كتبنا أيضا أستاذ محمد دياب ولك عمل هام منشور السنادي ونازل في المعرض مشترك ومذكرات عبدالوهاب بس دايما السؤال اللي هيجي على بالي مذكرات عبدالوهاب دي في منها قبل كده أستاذ محمود عوض كتب عن مذكرات الأستاذ محمد عبدالوهاب إيه اللي في المذكرات ديها أستاذ دياب كما جرت العادة تفاجئنا؟ هو الأستاذ محمود عوض كتابه عبدالوهاب اللي عرفه أحد الصدرسات 71 عن سلسلة إقرأ مش مذكرات قد ما هو محاولة للرسم صورة أو يعني التصور عن مين هو عبدالوهاب يعني عنوان الكتاب في بعض فصول من حياته طبعا لكن ما قدرش أسميها مذكرات المرتين الواحدتين اللي أصدر فيهم الموسيقار محمد عبدالوهاب ما يسمى بمذكرات الأولى كانت في مجالة الاتنين والفكاهة والكواكب سنة 38 تحت عنوان مذكرات مطرب الملوك تسعتاشر حلقة نشرتها مجالة الاتنين سنة 38 المذكرات الثانية جزيز عبدالوهاب هو اللي اختار العنوان مطرب الملوك؟ أعتقد المجلة لأنه هو وقتها كان ده لقبه يعني اختاروه الشركات الإسطوعنات تسويق نعم هو أخذ اللقب ده سنة 28 بعد ما غنى في معهد الموسيقى في حضرة الملك فؤاد وملك أفغانستان بعدين بقى مطرب الملوك والأمراء بعدها يعني نرجع تاني مذكرات صدرت عملها بالوهاب ودي كانت أشمل شوية الأولى كانت تسعتاشر حلقة دي 24 حلقة كانت في مجالة الكواكب سنة 54 ودي كانت شاملة شوية لكن نرجع تقول مثلا كان فيه نقصان في الاتنين أنه ما كانش فيه تناول حياته الخاصة زيجاته مثلا يعني لما صدرت مذكراته الأولى كان متزوج من سيدة زيناب الحكيم لكن كان جواز سري فطبعا ما تكلمش عنه سنة 38 لما صدرت المذكرات الثانية 54 كان متزوج من السيدة إقبار نصار وأم أولاده وكان سعيد في زواجه ومع ذلك ما تطرقش للأمر يعني هو قال أنا حياة الخاصة في المذكرات دي ما تسألوني ليه ما تطرقش لحياة الخاصة لأنها ملكي أنا ما حبش أنها تكون عن مشاعر لكن مع الأستاذ محمود عوض شوية تكلم عن الزيجات فيه فصل عن زيجته الأولى والتانية الاثنين دول مهمين جدا الاثنين المذكرات دول الأولى والتانية اللي أنا كرست لهم الكتاب ده كتاب مذكرات المذكرات